اشتركوا في القناة طبعا اليوم ما رح يكون في موضوع وما رح يكون في شرح عن شيء وضع الصحي شوي بسمحش اليوم للتسجيل وشكرا لكل تعليق ودعم وكلمة حلوة وانتقاد حلو بطريقة مؤدبة والناس المؤدبين والمربين اللي بفتخر انهم هدولا متابعين موجودين عندي صحيح انا ما بإمكاني اني ارد على الجميع او ما بقدر ارد على الجميع ولكن انه في بعض الاوقات يعني بخجل من نفسي انه فعلا هدولا بستاهلوا اني انا اكافئهم باكثر من الاشي اللي هم بكتبوه واقدم اكثر لالهم همه ويمين بالله وما احد بيجبرني على هذا اليمين انه لو قناتي فيها عشرة بتابعوني فيها والعشرة هدولا من هاي النماذج الراقي اللي موجودة يكفوني عن كل الناس انا ما بهمني عدد يكون عندي على القناة واصل للمليون واصل للمئة الف والدروع والمش عارف ايش وهذا انا بهمني شخص يدخل يتابع عشان يتعلم عشان يفهم عشان يستفيد حاب يستفيد مش عارف من وين يبدأ شخص انضحك عليه حاب يعرف الصح من الغلط عشان هدولا انا فاتح القناة اعتقد انه هيك بكفي وتوقعاتنا ان شاء الله رح تصير تنزل الساعة ستة بدل الساعة سبعة بتوقيت الاردن يعني بننقدم موعدها ساعة وخلينا نروح على الابرج بالنسبة لتوقعاتنا اليوم السبت ثمانية اثنين القمر ما زال موجود بالسرطان زي ما حكينا بالامس الان احنا بفترة خلو مسار فترة خلو المسار هاي بدأت الساعة ثلاثة واثنين واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش ورح يستمر خلو المسار هادا للساعة عشرة واربع واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الاردن الساعة اثناش واربع واربعين دقيقة بعد منتصف الليل يعني بمعنى اخر ان الفترة هاي اللي احنا هسا موجودين فيها هاي فترة خلوة ومسار لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي احنا بدينا فيه قبل خلوة ومسار رح يصادف اليوم ايضا اللي هو في نفس فترة خلوة ومسار انتقال الكوكب الزهرة الى برج الحمل يعني من برج الحود لبرج الحمل رح يكون الانتقال هذا في تمام الساعة تمانية ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الاردن الساعة عشراء ودقيقتين ورح تضل الزهرة بحركة امامية بالحمل لغاية فجر خمسة ثلاث طبعا في بعض المتابعين والدولي بسألوا انه الزهرة لما تكون في شرفها في الحمل اول اشي الزهرة ما بتكون بشرفها في الحمل الزهرة بتكون في وبالها بالحمل فهي ما رح تكون بكامل طاقتها بالحمل بالعكس بتكون طاقتها خفيفة شوي المهم انه خلال الفترة المذكورة اللي هي حكينا عنها ابتداء من اليوم لغاية خمسة ثلاث رح يستفيد موليد برج الحمل عاطفيا وفنيا وماليا ورح يتأثر معهم ايجابي ايضا موليد الابراج الناري الاخرى اي الاسد القوس والابراج الهوائية مثل الجوزاء والميزان والدلو وكمان كل شخص تواجد عنده الزهرة في ساعة ولادته في برج الحمل طبعا وجود الزهرة في الحمل بتأثر على كافة الابراج وكافة الموليد ولكن كل برج بيختلف على حسب البيت اللي بكون متواجد بالنسبة له بالنسبة لأبرز التأثيرات اللي رح تكون على الابراج بالنسبة للحمل هم اكثر المستفيدين عاطفيا وماليا وفنيا بالنسبة لبرج الثور تتاح الفرصة للتعامل مع مؤسس كبيرة ومنهم ممكن يبدأ بعلاقة غرامية يعني شوي ممكن تكون خفية او جديدة برج الجوزاء بيستفيدوا في مجال الصداقات والنشاطات الاجتماعية برج السرطان بيستفيدوا في مجال العمل وتدعيم مركزهم الاجتماعي اما بالنسبة للأسد بيستفيدوا في السفر البعيد والدراسات الاكاديمية والمواضيع القضائية برج العذراء تتاح لهم الفرصة للحصول على مال من شراكة او من تعويض اما الميزان بيعززوا شراكتهم المالية والعاطفية اما بالنسبة للعقرب بيستفيدوا في مجال العمل وبحافظوا على صحتهم ولكن ممكن انهم يتعرضوا لارتفاع في الوزن ومش ممكن هو اكيد اما بالنسبة لبرج القوس يقف الحظ في صفهم عاطفيا وماليا وفترة جيدة للنساء للدخول في الحمل وخصوصا اللي عندهم مشاكل في الحمل اما بالنسبة لبرج الجدي بيستفيدوا في مجال العقارات والسكن والعلاقات العائلية اما برج الدلو بيستفيدوا في الدراسة والسفر وتعزيز العلاقة مع الاخوة والجيران ومنهم ممكن يشتري سيارة وبرج الحوت فرص مالية اغلبها من عمل اضافي رح ينتقل القمر بشكل كامل لبرج الاسد ساعة 10 و 44 حكينا رح يكون موجود في منزلة الجبهة اللي هي منزلة بتنفع للصلح والاتفاق بين الشركاء او اتفاق على شراكة معينة والضغط على العدو طبعا الضغط على العدو المقصود فيها اي خصم اليك اما تأثير القمر على كافة الابراج لما بكون موجود في برج الاسد بكون الناس من حوالينا في هاي الفترة اكثر كرم مما اعتدنا من ناحية المادية والعاطفية بكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء الملابس الانيقة عشان تلفت انتباه الاخرين النا بالنسبة لاول زاوية رح تتشكل هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر والزهرة في تمام الساعة عشرة وثمانية وخمسين دقيقة بتوقيت جرينتش مساء بتتأجج العاطفة اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعملين في مجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وابداعهم وهاي الفترة ممتازة جدا خصوصا للي بدو يعمل تجميل او ديقص شعر او اي شيء له علاقة في هذا المجالات لان هاي زاوية تعتبر ممتازلة هاي الامور اما الزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وارانوس رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتخلق عنا نوع من الشعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض حكينا ان القمر موجود في برج الاسد خلو المسار القادم رح يكون يوم تسعة اثنين في تمام الساعة اربعة وثمان دقائق مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش برضو لينتقل بعدها القمر الى برج العذراء اما بالنسبة لعمر القمر القمر شبه مكتمل عمره 15 يوم في تمام الساعة 22 وثنين وعشرين دقيقة بعد الظهر بصير عمره 16 يوم نسبة الاضاءة 95% طبعا اللي بيهتموا بالصيام ثلاث ايام البيض اللي هي منتصف الشهر هذا اول يوم يعتبر بالصيام قبل اكتمال القمر وبعدها بيوم يعني اليوم وبكرة وبعده واللي برضو بدهم يعملوا حجامة هذه الايام ممتازة رغم اني انا بفضل الحجامة على الربيع بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب وتنقلات الكواكب الشمس في الدرو حتى 19 اثنين المزاج ممتزج القمر في الاسد حتى 9 اثنين المزاج سعيد عطارد في الحوت حتى 17 اثنين وبعدها رح يتراجع المزاج ممتزج الزهرة في الحمل ولينها في فترة انتقال ورح تمكت لغاية 5 ثلاثة مزاجها ممتزج المريخ في القوس حتى 16 اثنين المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمس المزاج سعيد زحل في الجدي حتى 11 خمس المزاج سعيد وأورانوس في الثور حتى 15 ثماني المزاج سعيد نبتن في الحوت حتى 23 ستة المزاج سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25 أربعة المزاج سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم قضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة لأن الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولة استغل هذا اليوم بأي شكل ممكن من الإيجابيات لأنه أول إشي القمر بما أنه في بيتك الخامس فالحظوظ مفتوحة برج الثور بما أنه القمر موجود في بيت البيت بيت العائلة بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو ترميمات أو بعض الأعطال المنزلية أهم إش أنك ما تفقد الاتزان والثقة بالأحبة ممكن تقلق بصحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية وممكن يكون في عندك مصاريف زيادة في هذا اليوم برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة يكون عندكم تعامل مع أخ أو مع جار تتمتع بسرعة بديهة أو خاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة بتحصل على فرصة جديدة يعني بتفسر من خلالها مشاعرك وبتبرر مواقفك بتنشط كثير في التنقلات والاتصالات والمواصلات لأن القمر موجود في بيتك الثالث فبعطيك نشاط كثير ونشاط فكري ولكن بدك تنتبه أول إشي من أعطالي السيارات ومن الطرقات خوفا من الحوادث خصوصا في هذا اليوم برج السرطان يعني الفرصة الآن ممتازة لمكاسب مالية ولكن بما أن القمر موجود في بيتك الثاني فيعني هذا أن المكاسب رح تكون من عمل إضافي أو هدية مع هيك بتكديروا بالك من الخطوات المالية من أي خطوة مالية جديدة ولا سيما أنه أنت ممكن تفكر تشتري إشي ثمين في الفترة هاي غير مناسب لهذا الموضوع بدك تدرس الوقت المناسب ممكن تعالج استحقاقات مالية أهم إش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال لازم تدقق بالتفاصيل عشان يطمئن خاطرك وتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إش أنه اليوم هاد بعطيك نوع من التفاؤل الحلو برج الأسد يعني اليوم القمر وصل لبرج الأسد للبيت الأول إلنا لأنني أنا برضو من موليد الأسد فيعني بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم المفقود اللي كان تعبان في الأيام الماضية بيحس بتحسن أكثر إن شاء الله يا رب بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الإجتماعي فيه انفراج وفيه تقدم ملموس بعد مراوحة وركود دام لعدة أيام طويلة أهم إش أنه لازم تتحلوا بالحكمة والواقعية خصوصا للأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح ممتاز جدا خلال هذا النهار برج العذراء طبعا القمر الآن صار في بيت متاعبكم يعني بمعنى آخر بسيطر التعب عليكم خلال هذا النهار حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود خصوصا في لحظات تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس أهم إش أنك بدك تحاذر من البدء بأي إش جديد ما تسمح للقلق أنه يسيطر ويمنعك خصوصا من العمل والنشاط نظم أمورك وبدك تنتبه لصحتك برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أهم إشي أنه بإمكانك في هذا النهار أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك ممكن يكون في عندك نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو أحد الجيران حتى أهم إشي أنك ما تبقى وحيد خلال هاي الفترة حاول أنك أنت تطلع وتشوف الناس وتختلط في الناس ولو توجهت لك دعوة حاول أنك تلبي وتروح على هاي المناسبة برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهم إشي أنك تقدم أفضل ما عندك عشان تحقق نوع من الإنجاز أو أنك تحرز نوع من أنواع التقدم في نوع من المفاجآت رح يكون عندك خلال هذا النهار ولكن بدك تدير بالك أنه ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قد المسئولية يعني شوية الفترة هاي فيها نوع من أنواع الصعوبة برج القوس بتنشطوا في السفر وفي الاتصالات وخصوصاً لبعيدة وممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه أو آراء أو ثقافات بتكون مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا إشي ممتاز كثير عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة مثمرة على جميع الأصعدي حاول أنك تستغلها وتنطلق برج الجدي يعني أكثر ما بتهتموا فيه أنتوا اليوم هي الأمور المالية المشتركة يا إما هي مشاكل بتحاولوا تصلحوها يا إما خلافات بتحاولوا أنك وأنتوا تحسموها المهم كلها هي تنظيم أمور لها علاقة بالأشياء المشتركة في فرصة لمكسب مالي من شراكي أو تعويض ولكن من جهة أخرى بدك تدير بالك من أي شراكي مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي برج الدلوم بترغبوا في تدعيم شراكتكم المالية والعاطفية يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر أهم إشي أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات وسيبك من السلبيات ما رح ينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة يعني بديش أقول لك أنه القمر لأنه مقابلك طاقتك شوي ضعيفة ورح تكون مشحونة شوي فيعني بدك تدير بالك بالفترة هاي وما تتسرع في اتخاذ القرارات برج الحوت ببدأ العمل بالتراكم عندكم تدريجياً إنجزوا بس اللي بتقدروا عليه دون المبالغة في ذلك تنتبهوا لغذائكم وراحتكم القمر الآن موجود في البيت السادس يعني بيت الصحة وبيت العمل ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم أهم شيء إنك تكون منظم وتنظم أمورك وتحسن إدارة شغلك تجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي أهم شيء إنك تأخذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه